اشتركوا في القناة بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدل قائد الاعلى حفظه الله ورعاه لهذا المعرض باعتباره من المعارض الحديثة والمتطورة على مستوى المنطقة والتي تعكس مكانة مملكة البحرين المرموقة في صناعة المعارض والمؤتمرات الدفاعية واشاد سموه بدور سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 وحرصه ومتابعته لتحقيق هذا النجاح الباهر والذي يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين مؤكدا سموه ان ما يتم عرضه من معدات وتقنيات متطورة تسهم في تعزيز الصناعات التكنولوجية الحديثة لما تمتلكه البحرين من امكانيات وخبرة في هذا المجال والاهتمام الذي تليه الاستقطاب مزيد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة ويعزز اهداف التنمية المستدامة ويحقق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم واطلع سموه خلال الجولة على اهم الصناعات والتقنيات المتطورة للأسلحة البرية والجوية والبحرية والتي تنفذها وتستحدثها الشركات العالمية المتخصصة في السلاح والاستراتيجية الدفاعية من كافة دول العالم كما تبدل سموه الحديث مع كبار المسؤولين في الشركات العارضة وممثلي الشركات حول تقنيات الجيل الجديد من الاليات المطورة وانظمة التحكم والرادار ونظام الدفاع الجوي وايضا مختلف الجوانب التي يمثلها معرض بايدك 2019 وما حققه من سمعة طيبة بمشاركة واسعة من الشركات العالمية وكان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة لدى وصوله سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين والمشاركين والمدعوين